سلام. هلأ في طالبي اسمراً تسألتني شو الفرق بين idioms و proverbs. فهلأ ما تقول لحالكم موضوع أكاديمي. في شوية شغلات ممكن تحفظوها. والتعاريف هاي ما كتير بتهمكن. لكن جواب على السؤال. هلأ مبدئياً idioms. idioms يعني مصطلحات. عبارات إصطلاحية. idioms. بالمقابل versus مقابل أو ضد. proverbs اللي معناته أمثال. حرفياً أمثال. شفتوا الأمثال الشعبي. أمثال مثل. أوكي. فهلأ ممكن الفرقات بناتنا الحياة ما كتير واضحة. يعني في تحط بحث بتعمل المقارنات كذا بتلاقي ما في شيء دقيق. لكن في شوية شغلات بتساعد. هلأ شوفوا. رح بلش من هون. هلأ انت من غير ما اقول لك انه هذا مثل. انت لحالك. يعني آمل تحاول تعمل تعمل شو تعمل الأفضل. لكن حضر نفسك للأسواق. حضر الأسواق. مفهوم انه واضح انه حكمي. غير ما تعرف انه هذا هو. فهذا شو عم يعطي؟ عم يعطي حكمي. عم يعطي نصيحة وحكمي. حكمي بتعرفوا حكمي. عم يعطي أدفايس. شي عموما هو صحيح. بصراحة الحياة. بواقع الحياة. هاي مثل ثاني. الناس اللي بيعيشوا بمنازل زجاج. لازم ما يزدو حجارة. مبينها بقوله اللي بيتو من الأزاز ما يحدف الناس بالطوب أو هيك شي بسمعون. فهذا واضح حدوان غير ما اقول لك انا مبين انه عم يعطي شو عم يعطي؟ عم يعطي حكمي. على الأغلب البروبربس راح تلاقوها شكل جملي مثلا. راح تلاقوه يعني له مساحة كبيرة نوعا ما. مثلا ممكن يكون جملي قصيري نوعا ما. أطول مما هو عبارة بس ممكن يكون عمارة. بس على الأغلب أشكال وشغلات من هالنوع مثل ما شايفين. بالطرف المقابل اللي هي مصطلحات شغلات مجازية. بيستخدمه فيها اول شي بيتلاحظ انه مستخدم فيها شيء سمود لا تلكون. اه شيء مجازي. اوكي اشياء مجازية. التعابير موجودة مجازية. شوفوها المسلا هذا. بتفوت فاعد على الامتحان مسلا. شوف فاكر فيها اوكي. شو بقول لك? اوكي. شو اكسرك اجر مين يعني? شو دخلها? امتحان شو اصدو? اصدو بتمنى لك الصعيد. بتمنى لك التوفيق. فشو بقول له? فازا واحد هيك ما بيعرف فانو عينش الجو هذا فشو بقول? بدي يعني اكسر حدا شو يعني? اوكي. هو عم يقول لك بالتوفيق. فشو بقول? فمتن ما شايفين المعنى الحرفي مختلف تماما الكلمات العبارة هدون مجموعة الكلمات مع بعضون. بيختلف تماما عن المقصود منه. على الاغلب بيكون هو فريز. الادم بيكونوا فريز. بينما هون عم تحكي على الاغلب او احتمال. مسلا هتكون شورت سنتنس جملة. هون فريز مجموعة كلمات مع بعضون. والظاهر تبعون لغتهم مش لون مجازية. الظاهر تبعون يعني المعنى الحرفي للكلمات بيختلف عن المعنى المراد منه. هاي واحد تاني. في ناس بقول له مثلا اه بتفرجع ورفيك وظيفي كذا بيقول له ساعد ما عم بعرف. اقول لك. يعني انه جدا سهل. فبدل ما يقول لك ايزي شو قال لك. اوكي. فاكيد اللي ما بيعرف وقل شو دخل القاتو اقطعت القاتو يعني اقطع. الوظيفي هاي اللي عم يسألوا عنها. اوكي. فشو اصدو اصدو? سهل. فهاي بتمنى تكون الفروقات اه هيكة واضحة. هون عم تعطي حكم نصيحة. وعلى الشكل على الاغلب رح يكونها على الشكل جملي مسلا. جملي بيانات. جملي اصيري. بس ما شرط طبعا. هون لا هون يكون مصف كلمات مع بعضهم. مجموعة كلمات مع بعضهم يسمون فريز عبارة يعني. الظاهر الكلام غير المقصود منه هون. اما هون ففي احتمال كبير تفهم شو المقصود من صفحة الحكي. المقصود فيه نصيحتك اطوال شائعة. اوكي. اه مثلا اه. اوكي. هلأ ممكن تحفظوها دول. وانا اعملكون درس. هلأ انا عملت لكم درس على البروبربس. احفظنا فيه شي ممكن ست سبع امثال. في فيديو عليه. اوكي. فبجوز اعملكون فيديو على كمان. هلأ البروبربس نفسه بجوز اعمل غيره كمان. ضروري. وفي عنا البروبربس كمان ممكن اعملكون عليها هيكة شوية مصطلحات. اه بالمجتمع مشهورة اه شو معناته لانه ممكن تعرف معناته الا اذا حكيت لك اه معناته. فان شاء الله يكون الفيديو سهل. متلوعة تلكون. حاولوا تحفظوا الاربع شغلات لحطكم اياهون اذا كانوا جددين عليكم. والمشاهدون لا تنسونا بالدعاء. شكرا.